طيب أماني التمييز على أساس السن ده كان هدف الرحلة بتاعتكم أنتوا عايزين تكفحوا الفكرة دي هل أنتوا النهاردة كنتوا عايزين توصلوا رسالة أنه مش مهم أنت سنك قد إيه بس تقداري تعملي أي حاجة وإيه أنواع التمييز اللي يمكن الستات بتقابلها بعد ما بتعدي سن لو هي دي الفكرة يعني اللي أنا شوفتوا لغاية دلوقتي بس الحمد لله الدنيا تغيرت جدا في مصر أني لما ست بتوصل سن الأربعين بعد الأربعين بيبقى خلاص طموحاتها كلها ما فيش أنا عملت اللي علي وعملت ربيت ولادي أو الكورير اللي هي خدته لكن عمرها ما بتفكر أنها توصل لحلم كتنفسها فيه فأنا ده اللي كان أو بالذات أليكزاندراكت عايزة توصل أني أحنا ممكن في أي وقت أننا نقدر نحق حاجة زي كده وكمان ما فيش حاجة سمعها مستحيل طبعا الناس قالوا أنها هتطلعوا الجبل ده أنتوا عارفين الظروف هتبقى عاملة إزاي وفيها خطورة وفيها مشقة لكن اتدربنا كويس وقلنا لي لأ والحمد لله لما نكحت هشايفين صور على الهواء جمانة هو القمة فيها جليد قمة جليدية يعني القمة فيها جليد إزاي بقى الأدوات بقى التولز اللي أنتوا اشتغلتوا بيها إزاي تطلعوا أنا بحاول أجمع معاك كده أنتوا تمانية إزاي بتطلعوا التسلق إيه الأدوات اللي تشتغلوا بيها فكرة الأكسجين إنه بقل مع الارتفاعات اتغلبتوا عليها إزاي بالنسبة للجليد إحنا فحظنا كان بس اليوم بتاع الصمت يعني أول لما وصلنا للكمة شوفنا بقى الجليد وكان فيه تجمعات جليدية رائعة الجمال بس فولكن كل حاجة ليها أدواتها فلو كنا رايحين في جو فيه جليد عالي كنا هنلبس جزم كان هيبقى فيها حاجات من تحت تمسك في الجليد علشان وهكذا فطبعا فيه أدوات لكل حاجة بنتضرب عليها وبنجيبها قبل ما بنتلع السفرية لازم نبقى مستعدين كويس قوي الأكسجين دي بتفرق بقى حد من حد أنا بلعب يوجا برضو فاستخدمت التنفس اللي بدأتنفسه في اليوجا عشان فيه أساليب للتنفس يا إما ممكن نتنفس بطريقة معينة تدفينا ففي عز البرد حد ممكن يبقى مندفي عشان بننفس بتاعه ممكن لو حد عنده صداع يتنفس بطريقة معينة يخفى في الصداع وهكذا وده اللي حصل بالضبط أنا من الأول 4000 متر ابتديت أحس إن أكن فيه بيدخل في نفوخي كده صعبا نبضي نبضي فابتديت أهدي نفسي ويخد أنفاس طويلة واجتمها جوايا وبعدين أطلعها واحدة واحدة فالصداع ابتدا يقل فده خلاني أقدر إن أنا بتحكم في جسمي إنه هو علشان أتأقلم على الظروف اللي حوالي ما خليش الظروف هي اللي تسيطر علي اشتركوا في القناة